هذا وعلن جهاز مكافحة الارهاب في اقليم كردستان عن اسقاط عدد من الطائرة المسيرة بالقرب من قاعدة امريكية في اربيل بيان للجهاز ذكر ان الهجوم حصل فجرا ونفذ بوسطة ثلاث طائرات مسيرة واضف ان الدفاعات اسقطت الطائرات مما ادى الى سماع دوي انفجارة عدة بمحيط القاعدة الامريكية هذا وتبنت ما تسمى بفصائل المقاومة الاسلامية في العلاقة الهجوم على قاعدة حرير ومحيط مطار اربيل الدولية